مساء الخير بقيت القدس محور الاهتمام والمتابعة اكتحامات المستوطنين متواصلة على المرابطين في المسجد الاقصى لليوم الخامس تواليا تترافق مع تحذيرات من تداعيات التصعيد ولسيما في الايام العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك في المشهد الفلسطيني اليومي مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر والعين ونابلس خلال اقتحامهم من قبل العدو الاسرائيلي شهيد وعدد من الجرحة وتحذير من عدوان عسكري وشيك على قطاع غزة لاغتيال قيادات فلسطينية في المشهد الاقليمي ايضا ان مسار عودة العلاقات الايرانية السعودية يسير بشكل سريع وانفاذا لاتفاق بكين اعلن اليوم عن استئناف الرحلات الجوية بين ايران والسعودية فيما يغادر وفدان ايرانيان الى السعودية نهاية الاسبوع الجاري احدهما الى جدة والاخر الى الرياض استعدادا لفتح السفارة في العاصمة السعودية والقنصلية العامة في جدة اللقاءات والاجتماعات متواصلة وافيد عن توجه لعقد اجتماع خماسي جديد بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر في ظل محاولات لرفع مستوى التمثيل ليكون على مستوى وزراء خارجية هذه البلدان وابدت عواصم عدة نيتها استضافة الاجتماع الخماسي ومنها الرياض وواشنطن والقاهرة اما في لبنان فلا تزال البلاد في عطلة اعياد الفصح المبارك ولا جديد يتعلق بالملفات الاساسية ومنها الاستحقاق الرئاسي والاجتماع الحكومي المرتقب للبت بامور تتعلق بالقطاعين العام والخاص وملف الاتصالات تبقى الانظار شاخصة الى ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وفي هذا المجال اكدت قيادتا حركة امل وحزب الله الجهوزية للمباشرة بالاستحقاق الوطني البلدي انطلاقا من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية ودعت القيادتان بعد اجتماع في مقر الهيئة التنفيذية للحركة كافة الجهات التنظيمية واللجان المختصة للشروع بالعمل المشترك الذي يرتكز قبل اي شيء على مصالح البلدات والناس والعوائل والعشائر والفعاليات من اجل ايصال الكفاءات خلال الاستحقاق البلدية